دكتور راشا كنا بنتكلم عن احنا كلمنا طبعا عن الشباب والمراهقين اتكلمنا عن الاطفال لكن المتجوزين عايزين تديهم حقهم شوي يعني لو مثلا كنا الحالة اللي كنا بنتكلم فيها مع دكتور راشا مثلا لو الشخص بيتوتي يحب يريح ومثلا زوجته بتحب تخرج يعمل ايه عشان يقضي اجازة ما يكونش فيها مشاكل وما يكونش فيها نكد ويرضي الطرف الآخر وهو كمان يرتاح لانه واحد اجازة عشان يرتاح حلو قوي لو مثلا قلنا ان الاجازة اسبوع هو هيقسم لهو يكون اناني ولا هي تكون انانية هي بتحب تخرج هيخرج معها مثلا ثلاثة ايام والاربع ايام البقين هو هيعودهم في البيت وهي عايزة تقعد معايا زي ما هو خرج معايا اهلا وسهلا فرضنا هي عايز تخرج بقى مع ناس تانية مع صحابها مع اختها وده صاحب الوزب هو بقى ما يكونش اناني بقى يقول لها خلاص انا بقى حابب قعدة البيت قعد انا لو هي بقى قلت له لا انت لازم تخرج معايا الاسبوع كله هنا فيه انانية بقى يبقى هنا هي غلطانة ولازم تراجع نفسها لانه مع الوقت هينفر هيحس ان هو مش بيعمل حاجة لنفسه هو قبل ما يتحاسب على حد يتحاسب على نفسه الاول وهي لو بتحبه بجد هتحبه سعيد فخلاص بديها حقها بيدي لنفسه حقها ده مهمة قوي لو عملنا كده الامور هتمشي تمام لكن لو هو عيند انت لازم تعودي معايا زي ما انا خرجت معاك لا مش ما بتمشيش كده يعني ما يمكن قعد معاك طول السنة وشايفة متطلباتك وشايفة حياتك ومتستنيك لما بترجع من الشغل مفيش مشكلة فوشوي احنا لما في الحياة الزوجية بالذات عشان ما يحصلش ملل وزهق كل ما بقناش لازقين في بعض قوي بقى احسن مسافات كل ما ندي للطرف الآخر مساحته عشان كده تشوف اللي دايما عندهم مشاكل هم اللي دايما مع بعضه في كل حاجة لكن لو هي بتشتغل شغلانا غير شغلانته فبيحصل اشتياء بيحصل هي بيديها مساحة ان هي تسافر شوية او تروح عند اهلها شوية وها بتديله نفس المساحة بقى فيه ثقة بينهم لان مش معنى ان انا عايز سافر مع صحابه مش بحبك او العكس مش معنى ان يعيز روح مع اهلها مكان او تخرج تسافر مع اختها او تخرج مع صحابه يبقى هي مش بتحبه لا بالعكس ده انت عشان بتحب اللي قدامك فلازم انت تبقى في احسن حالاتك عشان يبقى عندك احسن عطاء لي تقول ما انا ضغطت اللي قدامي كده صعب قوي يبقى نفسه يبقى بيموت فيك ونفسه يعمل لك حاجة كتيرة بسقولك انا اساسا ما عنديش طاقة عطاء هو مش عارف ليه مع انه بيحبك تقوله انت بقيتش بتحبيني زي الاول لا ده بيحبك وبيموت فيك بس هو ما عندوش طاقة عطاء يعني انت مش مدياله المساحة اللي يعرف يجدد فيها الطاقة فاكر الكباية الطاقة النفسي معارفش كباية مليانة على الاخر بالصبت معارفش يكب السلبي علشان يدخل ايجابي علشان يعرف يبقى فيها عطاء طول ما الانسان عندو سلبي يعني سلبي جواه ما فرغوش ما عندوش طاقة حب او طاقة عطاء عظيم لأقرب الناس لي طيب